في كنوز بناء الروح النهاردة كمان عندنا النظرية أو المنظومة الأخلاقية عند سيدنا علي بن أبي طالب كل واحد عنده خبرة في الحياة ساعد بيبقى عنده نظريات مألفها من خبرته وتجربته وعلمه فتلاقي مثلا ستيفن كوفي الكاتب الشهير يقولك أن السبع عادات دول هم السبع عادات بتوع أكثر الناس فعالية حطوهم في كتاب نابوليون هيل يقولك أن فيه بعض القواعد في الإدارة والنجاح في الحياة جون سي ماكسويل يقولك القيادة ليها 15 قاعدة ويحطون في الكتاب بتاعه كل واحد عنده من رؤيته ورحلته العلمية فكرة بيحطها في صورة 1-2-3 سيدنا علي بن أبي طالب اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه هو باب مدينة العلم سيدنا علي بن أبي طالب اللي كان سيدنا عمر لما القضية اللي بتتعرض عليه بقى صعبة يروح يستشيره ويقول أعوذ بالله من معضلة ولا أبا حسن لها يعني يا رب ما تحصلش معايا مشكلة ملاقيش أبو الحسن اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي يساعدني أن أنا أحلها سيدنا علي بيقول ليس شيء أحسن من عقل زانه علم وعلم زانه حلم وحلم زانه صدق وصدق زانه رفق ورفق زانه تقوى علم وحلم وصدق ورفق وتقوى الخامسة دول هم فيما فهمت المنظومة الأخلاقية لبيعرضها عليك النهاردة سيدنا علي بن أبي طالب العقل هو الآلة اللي الإنسان بيختار بيها وبيرتب أولوياته وكل اختيار وراه فوز أو ندم ولما ترتب أولوياتك على مراد الله لما تروح عند ربنا يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون تعرف تجاوب على مراد الله أنت ما كنتش غافل والسر إن عقلك كان مزينه العلم لما تعرف مثلا ربنا يقول في القرآن الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق العلم هو اللي هيقول لك إيه هو عهد ربنا اللي انت محتاج توفي به والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل العلم هو اللي هيقول لك حقوقك عند الناس وحقوق الناس عندك اللي محتاج توصلها الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب إلا هتتسئل عنه فيبقى الحساب يسير أو عسير مش هتعرفه إلا بالعلم فيحكي لك سيدنا علي بن أبي طالب إن العقل عشان يبقى عقل راسخ تعرف تختار به وترتب أولوياتك لازم يزين بالعلم فليس شيء أحسن من عقل زانه علم وعلم زانه حلم الحلم عكس التصرع والطيش وشدة الغضب شخص الحليم هو اللي بيعرف يتحكم في أعصابه أي حد متعلم غالباً الناس بتلتف حوله لأن الناس بتقدر المعلومة وبتحب المعلومة وبتلجأ لصاحب المعلومة المعلومة الشرعية اللي بتوصل لربنا أو المعلومة الحياتية في العلوم الحياتية اللي بتساعد على إقامة أمر ربنا برضو والإنسان لما بيكون متعلم ويكون غليظ ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الدنيا والآخرة قال ولو كنت فضاً غليظ القلبي لنفضوا من حولك مع شدة احتياج الناس لعلم النبي ربنا يقول له بالحلم والسكينة والحب واللين اللي في قلبك اتجمعت الناس حواليك فيعمل إيه العلم مع واحد غضوب الناس بتنفر من حواليك وانت لما اجسألك مين من المدرسين وانت صغير تفتكره أو مين من دكاترة الجامعة أو مديرينك ممكن ما تفتكرش مواقف علمية قد ما تفتكر حنيته ودعمه وتفهمه وقربه ومساعدته وكل دا بيطلع من الإنسان اللي مش غضوب اللي مش طايش اللي عنده حلم فليس شيء أحسن من عقل زانه علم وعلم زانه حلم وحلم زانه صدق الصدق هو اللي بيبني ترميز البني آدم في القلوب لأن البشر أكره ما يكرهو الخديعة والشخص اللي بيكذب عشان يستغل الناس بيترمز النصاب مستغل واللي بيكذب عشان يرضي الناس بيترمز إنه جبان ومتخاذل بيعرفش يواجه وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الصدق طمأنينة وأنا بصدق حتى لو الموضوع دا هيخليني أتحمل مسؤولية غلطي بس أنا صادق أنا مطمئن وإنت كمان مطمئن لي انت غلطت في حقي بس أنت إنسان صادق أنا مصدقك الصدق طمأنينة والكذب وريبة وأنا بكذب أنا بتلجلج وعيني مش راكزة كده وكلامي مش وافق من نفسه فأنا نفسي مرتاب وإنت كمان خدت بالك إن أنا كذاب وارتبت فيها فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما تسأل أيكون المؤمن جبانا قال نعم ممكن أيكون المؤمن كذبا قال لا إنه بيهدم سمعة الإنسان فالعقل محتاج علم والعلم محتاج حلم والحلم محتاج صدق وليس شيء أحسن من صدق زانه رفق الرفق يعني التفاهم وتقبل ضعف البشرية الشخص اللي عنده رفق بيقوم بمسؤولياته تجاه الناس عشان هما مش نقصين تأصير هما أصلا عندهم معاركهم في الدنيا فبلاش أب أنا كمان هم عليهم فمن الرفق القيام بمسؤوليات تجاه الناس ومن الرفق إنه أساعد الناس في إنه هما يقوموا بمسؤولياتهم فشيل عنهم جزء من مسؤولياتهم ده من تفاهمي ورفقي بضعف البشرية سيدة عائشة تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط فارغا في بيته إما يخيط ثوبا لأرملة أو يخصف نعلا لمسكين عمري ما شفته قاعد فاضي إما بيخيط جلبية لستة أرملة شغالة وشأيانة فيبدو إنه لبسها مثلا متقطع فهو اللي يخيطه يخيطه صلى الله عليه وآله وسلم أو يخيطه نعلا لمسكين واحد مسكين جزمته مقطوعة النبي قاعد بيخيطه له في البيت ده من رفق النبي عليه الصلاة والسلام وتفاهمه لشأ الناس في رحلة الحياة فليس شيء أحسن من صدق زانه رفقه نختم وليس شيء أحسن من رفق زانه تقوى إنه يبقى كل الأخلاء الحلوة دي العلم والحلم والصدق والرفق مبناه إنه بحافظ على علاقتي مع ربنا مش بعمل كده عشان مصلحة شخصية ولا عشان مجتمعي جميل فبيضغط علي بالأخلاق ودي حاجة كويسة بس أنا ممكن في وقت من الأوقات أبقى في مجتمع مش بيساعدني على كده لكن اللي بيعمل ده كله عشان بيتقي الله عشان في يوم من الأيام هيتسئل بين إيدين ربنا عشان هو في السر والعلانية بيعظم نظر الله سبحانه وتعالى فبيتق الله في نفسه وبيتق الله في الناس واللي بيحكم بينه وما بين الخلق في الحقوق والمسؤوليات ربنا الشهيد علينا واللي هيجمعنا يوم القيامة فيحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون ففي السر والعلان بيتق ربنا فيك فنرجع تاني للمنظومة الأخلاقية بتاعت سيدنا عليه ليس شيء أحسن من عقل زانه علم وعلم زانه حلم وحلم زانه صدق وصدق زانه رفق ورفق زانه تقوى اشتركوا في القناة